حبايب الطلاب ربي يعطيكو الصحة والعافية فيديو جديد احنا في النهايات الله يعطيكو الصحة والعافية يلا بدنا نبلش بفكرة جديدة لازلنا بنحكي بفكرة الجملة الاسمية وحالات الجملة الاسمية رح نحكي اليوم ان شاء الله عن اشي اسمه الحروف الناسخة واذا استصعبت من هاي الكلمة بدي ياك تعرف ان الحروف الناسخة هي بنسميها انا واخواتها انا واخواتها يلا نبدأ فيهم على بركة الله والموضوع جدا مهم انا واخواتها عبارة عن حروف اثنين اربعة ستة بدنا نحفظهم شو هم عبارة عن ان وان وكأن لكن وليت ولعل انا وان وكأن لكن وليت ولعل هذول اسم ايش اسمهم الحروف الناسخة او انا واخواتها كل حرف من هاي الحروف فيه الو استعمال فيه الو فكرة معينة لازم اننا نعرفها بدنا نعرف انه ان وان يستخدمان بالجملة للتوكيد انا لما بدي اأكد فكرة باستخدم معاها اننا جماعة الادبي في عنا بالعربي تخصص بالبلاغة بالفصل الاول رح ناخد اشي اسم المؤكدات من ضمنها ان وان رح نحكي فيها بوقتها طيب لما بدي اأكد معلومة باستخدم مين معاهم باستخدم معاهم يا جماعة الخير ان او ان زي ما احكي ان الحق واضح بأكد معلومتي باستخدام احد المؤكدات اللي هو ان وان اما كأن يا جماعة بنستخدمها للتشبيه لايش بنستخدمها للتشبيه زي ما اجي احكي كأنها قمر بشبهها بالقمر لدينا الحرف لكن هذا يستخدم للاستدراك شو يعني استدراك معا الاستدراك هو بداية كلام جديد لاجي بحكي لك الامتحان سهل لكن الأسئلة طويلة استدركت ابتدأت كلام جديد ليت تفيد التمني ولعل تفيد الترجي ايوة شو يعني تمني شو يعني ترجي طبعا كالعادة الطلاب وتم يجاوغونا نفس الهبد التمني استاذ عن الواحد يتمنى والترجي استاذ عن الواحد يترجى بس هبد وحكي فاضي التمني في اللغة بفرق فرق شاسع عن الترجي شو هو التمني؟ التمني هو طلب حصول شيء مستحيل ألا ليت الشباب يعودوا يوما بعد هالشاب هل الشباب يعود؟ لا إذن هذا طلب شيء مستحيل إذن هذا بنسميه تمني شانا هيك بنكتب لكم في نهاية الامتحان مع أمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق احفظوها لعل تفيد الترجي شو هو الترجي؟ ترجي يا جماعة ترجي هو طلب حصول شيء ممكن زي ما أجي أحكي لعل والدي يزيد من مصروفي هذا بنسميه إيش؟ ترجي ولا برضو كمان هاي مستحيلة؟ لا يا جماعة الخير الفرق ما بين لعله وليتا إنه ليتا للتمني ولعله للترجي يحفظناهم جميل جدا نيجي الآن لعمل إنا وأخواتها شو بتساوي إنا وأخواتها؟ يا جماعة إنا وأخواتها تدخل على الجملة الإسمية اللي هي على المبتدأ والخبر اللي أخذناها الفيديو الماضي تضطر المبتدأ المرفوع والخبر المرفوع بشكل طبيعي لكن لما تدخل إنا وأخواتها بدها تعمل قلق بالجملة ليش؟ لأنه اللي كان اسمه مبتدأ وكان مرفوع تغير فصار منصوب وبيبطل اسمه مبتدأ بصير اسمه اسم إنا اسم أنة اسم كأنة اسم لكنة اسم ليتا اسم لعلة إنه وأخواتها بدها تفوت على الجملة الإسمية يعني على المبتدأ والخبر لكن بدها تغير لنا التركيبة وكل اللي قاعد بصير اللي كان اسمه مبتدأ بطل اسمه مبتدأ ها شو صار؟ صار اسمه اسم إنا وتغيرت حركته من ضمة لفتحة يعني صار اسمه اسم إنا منصوب أما الخبر بده يصير مرفوع ببطل خبر بصير اسمه خبر إنا أو أنا أو كأنة أو لكنة أو ليتا أو لعلة تعالوا بكفيها بدحكي فاضي تعالوا نشوف هالمثال لما أحكي لك هاي الجملة إن السماء صافية إن السماء صافية تبتعرفوا بالأصل إش كانت الجملة؟ بالأصل هيك السماء صافية السماء وعبارة عن مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره صافية خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره دخلنا عليها حرف ناسخ أنت بتعرف شو معنى كلمة ناسخ باللغة؟ الناسخ يعني بده يغير من تركيبة إشي إشي كان بوضعه الطبيعي دخلنا عليه إشي خربطلنا الدنيا فإنا هاي عبارة عن حرف توكيد ونصب دائماً أريد نحفظها عرابها ثابت لا يتغير ثابت لا يتغير إنه حرف توكيد ونصب أو حرف يفيد التوكيد حرف توكيد ونصب ما بعد إنه مباشرة يا جماعة تفاهمين اللعبة؟ السماء هي عبارة عن اسم إنه منصوب بالفتحة هايها اسم إنه شو ماله؟ منصوب بالفتحة طيب صافيته هي عبارة عن خبر إنه ومرفوع بالضمة طب أستاذي ليش منصوب بالفتحة ومرفوع بالضمة؟ لأنها أسماء مفردة لو كانت مثنة حتكون منصوبة بإيش؟ بالياة ولو كانت جماعة حتكون منصوبة بالياة ولو كان خبرها اللي صافيته اسم الله صلى الله عليه وسلم محمد مثنة هيكون مرفوع بالألف ولو كانت جماعة حتكون مرفوعة بالياة بس هي هيك الفكرة إنه حرف توكيد ونصب ما بعدها اسمها منصوب وما بعدها خبر مرفوع بالضمة وتعالوا أنا إياكم نحلهاي لعل الفرجة قريب لعل بدنا نحكي عنها حرف ترجي ونصب بدنا نكون حافظينه الفرجة اسم لعل شماله منصوب بالفتحة قريب عبارة عن خبر لعل مرفوع بالضم تمام يا جماعة تمام ملاحظة أخيرة قبل الملاحظة الأخيرة تعالوا خليني أورجيكم هاي يا جماعة نفتح الويت بورد هذا سؤال للأبطال للأقوياء السؤال بحكي لك إيش اختر أنا بس نكبر الخط شوية اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي كتبوا لي إياه وبعتوا لي الإجابات لو سمحتوا واحد اثنين ثلاثة أربعة إن المعلمون رائعون إن المعلمون رائعين إن إن المعلمين رائعون ولا إن المعلمين رائعين مين منهم الجملة الصحيحة يا جماعة الخير خذوا لي هذا المثال يا الله منتو قاعدين وقاعدين تسلوا 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 ثلاثة ثلاثة أربعة وإن وإن المعلمين طبعا هاي مفتوحة هون هون المعلمين شو ما لهم المعلمين المعلمين رائعين مين منهم الإجابة الصحيحة هم مجموعة هم مجموعة ثانية ونرجع إحنا نكمل قاعدتها تمام يا جماعة هذا واجب بتحلوا لنا يا لو سمحتوا طبعا لا تخافوا في عندكم كمشة اختبارات تقييم أداء جيدكم بس أخلص الجملة الإسمية كلها المبتدأ والخبر إنه وأخواتها والفيديو اللي بعد اللي كانوا أخواتها رح أعطيك بعديها يعني تحفة من الاختبارات نكمل يا جماعة الخير بعد ما حكينا عن إنه وأخواتها واتفقنا بنا نحفظهم الحروف الستة وإيش مبدأ عملها إنها تدخل على الجملة الإسمية وبتنصب الأول بصير اسمه اسمها وبترفع الثاني وبصير اسمه خبرها طلع عليك تعرف أخي آخر معلومة اللي هو أي ضمير بتتصل بالحروف الناسية يعني بإنه وأخواتها أي ضمير بتتصل بإنه وأخواتها شو رح نعرفه إعراب ثابت حنحكي عنه ضمير متصل مبني في محل نصب اسمها في محل نصب إنه أو في محل نصب اسم إنه أو كان أو أو الاخر تعالى أورجيوه لما نسكت من اللون الأحمر أنا حرص إنه خلوق كأنك أسد إنه حرف توكيد ونصب الضمير الها عبارة عن ضمير متصل شو ماله مبني في محل نصب اسم إنه طب أستاذي ليش؟ لأنه هي قاعدة أي ضمير بتتصل بإنه وبأخواتها بيكون في محل نصب اسمها كأنك أسد الكاف عبارة عن ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إنه هيك بنكون أتمينا فيديو اليوم ربي يعطيكم الصحة والعافية وبشوفكم إن شاء الله في فيديو آخر يعطيكم العافية اشتركوا في القناة